اشتركوا في القناة على الطلاق، الطلاق الغيابي، طب النفقة يعني كل حاجة وكل المشاكل اللي جوه لبيت المصري النهار دا بقى هنتكلم على نوع مختلف من الغيرة غيرة بس غيرة صعبة لأن البني آدم دا أو البني آدمة دي ما قدرش استغناء عنها في حياتي فغيرتها ممكن تدمر حياتي النهار دا هنتكلم على غيرة الحمة الحمة زمان كان فيه أفلام كتير أول دراما جسدت دور الحمة بكل الأشكال الكوميدية والدرامية يعني حماتي ملاك، حماتي قنبلة زرية، حماتي معرفش إيه يعني كان طول الوقت بنتكلم عن الحمة بس كانت الحمة الصعبة، الحمة الشريرة، بس في نفس الوقت كوميدية لكن أنا بقى دلوقتي في عشرين أربعة وعشرين بنتكلم عن الحمة بشكل مختلف الحمة يعني أمي، يعني أم جوزي يعني هتحكم فيها إزاي؟ يعني أنا هتحكم في ممتي إن هي ما تدقيش جوزي إزاي؟ طب ما هي شخصيتها كده؟ طب أعمل إيه؟ طب نفس الحكاية أنا لسه دخل على جوازة جديدة، لسه مرتبطة طب أعرف إزاي إن حماتي دي حمة صعبة مش هقول الشريرة عشان الأمهات صعبة إن هي تبقى شريرة أنا هي في الآخر أم برضو لكن هقول إن هي صعبة، شخصيتها قوية النهاردة هنتكلم على راد فلاجز، وأنا لاب صح مراهو هنتكلم على الإشارات اللمبة الحمراء، تنور، خلي بالك لو أنت لسه دخل على جواز إيه الاختبارات اللي هتعملها لحماتك؟ أو إيه العلامات اللي هتظهر؟ اللي هتقولك إن حياتك دي هتبقى مريحة بعد كده؟ ولا حياتك دي هتبقى صعبة جداً جداً جداً؟ لأن فيه نوعين من الحمة، فيه نوع حمة طيبة، حمة سند، حمة ضهر يعني أنا ساعات بشوف أنا ممكن نبقى ليا حمة أحن من أمي ممكن أشوف حمة تعوضني عن كل الأسر اللي شفتها في حياتي ممكن تبقى حماتي هي اللي بتدفع عني طول الوقت هي اللي بتباست في جوزي وهي اللي تقول له عيب وما يصحش وما ينفعش وتجيب لي حقي، عارفيني الحمة اللي بتجيب الحقي دي؟ حمة أمر، يعني حمة بتخلي البيت كده منور وفيه راحة وفيه سعادة غير الحمة التانية اللي هو آه إذا كان عاجبك آه ابني كده من الأول ما حدش تحكي عليكي، بنشوف حاجات غريبة من الحمة النهاردة هنتكلم عن الحمة الطيبة، الحمة اللي بتبني، الحمة السند وبرضه في نفس الوقت هنتكلم على الإشارات الحمرة اللي لو شفتيها تلفي وتاخدي بعضك وتمشي الناحة التانية آه من الأول كده بدل ما يبقى في إيدي عائلين ثلاثة عامل بيهم في إيه؟ يلا بينا خلينا نبتدي حلقتنا ونروح بس أول حاجة قبل ما استقبل ضيفي هيكون معايا الأستاذ يحية فؤاد استشاري العلاقات الأسرية هنتكلم مع يحية عن الحمة بقى والحمة الطيبة والحمة الشريرة هنتكلم أكتر عن الحمة معاه لكن قبل ما نروح لأستاذ يحية فؤاد هيكون معانا من خلال زوم الأستاذة لمياء الخولي لمياء هي مهتمة أكتر بالكتابة في الأدب النسائي هتقولينا رأيها أصلا في الحمة بس بصراحة بقى يا لم يا إزايك أهلا يا إيمان إزايك كل سنوانتي طيبة وانتي طيبة حبيبة قلبي طبعا لاب صح أحمر النهار ده يعني فيه خطر فيه خطر هيتعي النهار طيب بما إن كتاباتك دايما يعني نسائية فأكيد أنت عديتي على الحمة في الكتابات دي يعني عايز أعرف بالنسبالك بقى الحمة الحمة أنت شايفة حمة الطيبة ولا الحمة الشريرة ولا إزاي يبقى لي يا حمة كويس هل ده زكاء مني يعني هل ده الدور ده بيوع علي أنا ولا هي طبيعتها كده وأنا مش علاقة والله يبصي أنا هكلمك في الأول على حاجة أنت قلتيها أول ما بتدتي تقدمي الحلقة وهي الأفلام اللي إحنا تربينا عليها خلي بالك إن كل الجيل له ثقافة والثقافة اللي هو بتعتبر مرجعيات يبقى متأثر بيها جدا وهي دي اللي بشكل مباشر بيتعامل بيها وبيطبقها في حياته سواء كان اكتسبها من بيته أو اكتسبها من مشاهدته للأفلام والمسلسلات التليفزيون أو من الدائرة الصغيرة لحواليه اللي تسمح له أنه هو يشوف الناس بتتعامل إزاي داخل البيت وداخل الأسرة طبعا أنت أكيد كستة أكيد ليك تجارب يعني تجارب حياتية أكيد أكيد ليه تجارب طبعا وبشوف تجارب مع أصدقاء كمان وبشوف تجارب في عمار مختلفة يعني فبلاحظ النمط يعني خلي بالك إنه بقى فيه دلوقتي أنماط مختلفة مثلا الجيل الحالي اللي هو خلينا نتكلم مثلا على جنوريشن زي اللي هم مواليد التسعينات وأوائل الألفنات اللي هم بدين يتجوزوا دلوقتي وبدين يعملوا أسرة دلوقتي دول استحالة هيبوا عايشين نفس الحياة اللي الجيد ده أو الأم عاشتها في فترة من فترات طيب خلينا في الحمى مش في الجيل الجديد خلينا في الحمى حتى الجيل الجديد ماشي هيتعامل إزاي هتتعامل إزاي مع حماتها إزاي أعرف أختار حماتي أنا من وجهة نظري إن أنا اختيار حماتي أهم من اختيار جوزي ده 100% عارفة إحنا يعني الجيل بتاعنا كان بيفكر في الارتباط وشريك الحياة وشريكة الحياة وما كانش بيبقى فيه تركيز قوي على يعني الحمى هتبقى عاملة إزاي طالما الاثنين بيحبوا بعض خلص الدنيا بتمشي وكله هيعدي ويمكن دي كانت تلغلطة بتاعة الأجيال اللي هي السابقة يعني إنه يعني بيدخلوا بيت العروسة أو العريس علشان يتقدموا ويطلقوا يعني إيد العروسة وما بيبقاش حصل بقى يعني أي احتكاك اللي بيتبان إيه راد فلاكز اللي بتتكلمي عليها فكرة الأمور بتبقى أسرع وعلامة إيه يعني الحمى اللذيذة اللي بتهضر كتير وبيتكلمني كل يوم وكل ساعة ومعايا في كل حاجة ولا أخليني بعيد أحسن وتبقى الحمى في المناسبات بس هاي هاي يعني ده آخر سؤال أنا شايفة إنه الحمى يعني دلوقتي لازم تبقى في حالها يعني لازم تبقى حريصة إنها ما تقدمش المساعدة إلا لما المساعدة تتطلب ما تقدمش النصيحة إلا لما النصيحة تتطلب لكن لو هي اللي فدلت تتطوع بأنها تدخل في حياة ابنها أو ابنها هيبقى الموضوع فيه مشاكل أكبر هما محتاجين المساحة الشخصية اللي تدلهم يعني فرصة يبنوا بيتهم ويكونوا علاقة خاصة بيهم هما بدون تدخل من الأهل من الطرفين يعني أنا معاك جداً وبتفق لأن الجيل ده أصلاً بيكره أي حد يقوله رأيه حتى يعني يتدخل في حياته يعني يفرد عليه رأي يتدخل في اختياراته ده حتى اللبس إحنا ما بنعرفش نحكم على أولادنا في اللبس حتى دلوقتي اللي هو تلبس إيه وما تلبس إيه فأعتقد أن الجيل ده صعب لكن الحمى بتفضل حمى على مدار الأجيال من 100 سنة لغاية 100 سنة قدام تاني الحمى بتفضل حمى لكن أنا عايزة يعني تقولي نصيحة سريعة آخر حاجة أن البنت تتعامل زي ما حمتها عشان تفضل سعيدة بوسي هو يعني أنا دايما بقول أن الثقافات الغربية حتى في مسمياتهم بيسموا الحمى بيسموها مادر ان لوو والفادر ان لوو يعني هما أم وهم أب غير كلمة حمى حمى جاية من يعني من نار حمية من حمى حمى جاية من حمى للأسف فدي تعبيرات بتبين لك الثقافة بتاعتنا عاملة إزاي إحنا جايين بأفكار سبقة التجيز عن الحمى وأفكار سبقة التجيز عن زوجة الإبن وزوج الإبنة يعني للأسف ما ينفعش ندخل على العلاقات وإحنا جايين بالأفكار السبقة التجيز دي إحنا محتاجين ندي كل واحد فرصته ونعرف شخصيته نجدد أفكارنا ونجدد ثقافتنا بقى عشان كده كفاية كفاية الموروثات الفكرية اللي إحنا متورسينها وورث تحسين هي ورث زي نيش كده في الصفرة لو ورث مش عارفين لوديه فين لا منه بنطلع منه الكوبيات ولا منه بنحط فيه بقى جديدة بشكرك جدا للكاتبة لم يقل خولي نورتين يا فندم مرسي جدا لحضرتك يا إيمان شكرا مشاهدين يا خلينا نطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيفي للفلستوديو الأستاذ يحيى فؤاد استشاري العلاقات الأسرية واللي هنتكلم معه أكتر عن الحامة حلقة مهمة جدا بتروحوش بعيد ورجعنا لحضرتكم مرة تانية ولسا مكملين حلقاتنا ودلوقتي راحب بضيفي الموجود معاي في الستوديو الأستاذ يحيى فؤاد استشاري العلاقات الأسرية أهلا بيك يا أستاذ يحيى أهلا بيك يا مانا أخبرك إيه؟ الحمد لله لما بنختار موضوع مكالكع كده مهم وفيه مشاعر كده عارف متضربة في بعض لازم يبقى معنا يحيى فؤاد إزايك أخبرك إيه؟ كل سنة وانت طايل وانت طايل بص بقى استيديو إحنا هندخل في موضوع على طول يلا بينا طول عمرنا بنشتكي من الحامة وقت والحلقة النهاردة معمولة عن الحامة يعني أنا شفت كذا مسلسل كده في رمضان ويمكن من أكتر مسلسلات اللي شدتني اللي هي كامل عدد بطولة دينا الشربيني والأستاذة إسعاد يونس وشريف سلامة نجوم هي نخبة من النجوم في المسلسل كله لكن سيب بقى المسلسل كله يعني في حتة والأستاذة إسعاد يونس في حتة تانية خالص أنا الأول طبعا يعني مش هتكلم عن أداء النجمة والإعلامية والفنانة القديرة كل حاجة حلوة في إسعاد يونس طبعا لكن لفتتني حتة الحمى اللي أول طبعا هي دينا الشربيني متجوزة ابنها يعني سعاد يونس حمى لدينا الشربين حلوة كده لما لقيت بقى ابنها بتلف عليه بقى الدكتورة اللي شغالة معاه أو أي ستة عموما يعني حست إن ابنها فيه واحدة بتحوم كده حواليه معجبة بيه وبتحب وهي من نظرات الستات بتفهم بعض أنا الحلقة دي خلتني دماغي تلف قلت لسه الدنيا بخير قالت لها بقولك إيه سيب العيال وسيب الطابيخ وسيب اللغبطة والكركبة اللي عندك دي والبسي وسفري الجوزك لأنه كان طالع مؤتمر فكان لوحده يعني ففجأة قلت الله طب ما فيه حموات لطافة هم ما فيه حمواته يعني بتبقى قلبها على بيتها بيت ابنها اللي هو ما يتخربش اللي هو برضو ما بتبقاش غيرانة من مرات ابنها تقول لك إيه ما فيه ستات التعارف طبعا يا دكتور ياحي اللي هو أنا ابني مرغوب يعني عادي أنا ابني يعني حلوة وحلوة والبنات بتتلفحها فقلت لأ إحنا لازم نرجع تاني نتكلم في القيم دي بتاعت زمان اللي هي دور الحمى الحلو الحمى الطيبة مش الشريرة اللي هي السند الحقيقي السند اللي ابنها اللي هي لما تلاقي البيت بيعمل كده فلا تسند تبقى سند وضهر فده يخلينا بقى نسأل سؤال أنا عارفة أن أنت سايبنا تكلم لا 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 تتقولي أن أنت عايزة ده خلينا نسأل سؤال مهم جدا الحموات الطيبين دول دي بتبقى شافت مشاكل في حياتها فمش عايزة بيت ابنها يتخرب مثلا من الحاجات اللي شافتها في حياتها ولا هي طبعتها وثقة في نفسها ولا درجة التعليم ولا إيه اللي بيفرق يعني إيه العناصر بتفرق إننا يبقى عندي حمى طيبة وكويسة طيب كل سنطيبة وأنت طيب وأنا مبسوط نعم عايك نارت أنا كمان وبجد بيسعدني المواضيع والنقاش والحديث معاك أمان بجد يعني من الناس اللي بعرف بعرف بتعرفي تطلعي لجواه بجد يعني وده شهادة ناس كلها بتتكلم عنه حبيبي والله بس أنا عايز أقول لك فيديوهاتك كلها بنائة الحمد لله يعني يا جماعة يحيا فوقات كده أول ما تشوفوا أي حاجة على الإنستجرام أو فيسبوك الكلام للأب الكلام للأم لو أنت عندك ابنك بيعمل فيه كذا كذا لا يتعامل معاك كذا فأنت طول الوقت أنت مع العيلة المصرية أن إحنا نبني أن أبي يبقى قايم بدور الأب الأم قايمة بدور الأم الحمى قايمة بدور الحمى فحقيقة أنا لما بقعد معاك وبتبقى معانا في حلقة بحس إن إحنا في البيت المصري الحلو والطيب الله يعزك الله يعزك ندخل على الحمى يا أستاذيحي طيب بصي أنتي ديتيالها كذا وصف أنا بالنسبالي بقول عليها الست السوية طلعة من بيت سوي اتربت في بيئة سوية خلتها عندها نفس القيم والمبادئ اللي تحافظ بيها على بيت ابنها لأن هي بتبقى المراية العرفة إيه المرايات العربية كده هي كشفة الليلة من بره كشفة ابنها الوضع بالنسباله إيه كشفة بره البيت الوضع بالنسباله إيه وكشفة البيت عمل إزاي فهنا الدور المدام سعاد يونس قام بيه هي الحمى كما تكون المفروض تكون في الحتة دي اللي هي أنا شايفة بيت ابني ممكن يتهز لأن بيت ابنها هو بالنسبالها الكيان هي مش محتاجة تبني أو تستفز أو محتاجة نقر ونقير مع مرات ابنها هي الست متصلحة مع نفسها شوي متصلحة مع نفسها وهي عايزة تعمل إيه عايزة البيت دي كيان البيت يفضل مستمر هو الفكرة هنا فين فيه طبعا الدراما طلعت والمجتمع بتاعنا مطلع نماذج كتيرة جدا من الحموات الجزء اللي احنا بنتكلم عنه ده وهي الست اللي يهمها أو مصلحتها إن بيت ابنها يستمر ليه؟ لأن نجحها من نجاح البيت ده خد يبالك الست ده المفاهيم بتاعتها اللي جواها إن البيت ده لو نجح هو جزء لا يتجزأ من تربيتها؟ طبعا أي يعني توصد الست اللي نجحة اللي ربت بقى وتعبت وشقت على أولادها لما بلاقي فعلا بيت ابني ناجح أنا بحس بسعادة ده الطبيعي طبعا ده البني قدمة طبعا ده ده الستاندرد ده اللي المفروض نبني عليه أنا النهاردة لما لقي ابني مرتاح في حياته مع مراته I'm fine أنا قضيت رسالتي كما ينبغي تكملة للرسالة هنا بيحصل إيه النمازج اللي إحنا بنشوفها بتبقى شايفة أنا لها دور أنا عايزة أمشيها بشكل معين أنا عايزة الدنيا تمشي بشكل معين أصلا هي مش عجباني أصلا هي فتبتدي يبقى فيه نائر ونقير وده الجزء الشرير في حموات اللي بيبان أو اللي بتزهر أيا كان بس هنا الدور اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة أوقع تفتكري أن ما كانش فيه مشاكل بين ابنها وبين مراته طول المسلسل مشاكل طول الوقت فيه مشاكل بس هي كانت سمارت هي كانت شكل الزكي أنا مش هتدخل وهسيبكوا تحلوا مشاكلكم وهو ده دورنا أنا دوري النهاردة إن أنا ابني أو بنتي تحل مشاكلها مع شريك حياتي مش هتدخل إلا لما يحتاجوني في التدخل بس لو لقيت خطر خارجي لازم أقف هنا بقى أعرف أفصل خطر خارجي على البيت ده ممكن يأثر عليه يهز البيت ده فهنا ليه وقف هنا بقى الست النطغة هنا الست اللي متصلحة مع نفسها هنا الست السوية اللي عايزة البيت يكمل عايزة البيت يستمر أنا بشوفي يا أستاذ يحيا إن الست اللي بتتطلق من جزها أو جزها مثلا يتوفى بس هو غالما اللي بتبقى فيه شوية مشاعر كده شوية مش هقول سودوية عشان حرام لأن دي أم في الآخر بس هقول المشاعر تقيلة اللي هي ربط لوحديها اللي هو شالة الهم لوحديها علمت كبرت ودت لغاية ما كبرت في السن فيه ستات بترفض تتجوز ده بتاعي أيوة أيوة أنا وصلها لك أنا جاي طبعا طبعا شفت انت كانش على طبعا ده بتاعي ده بتاعي اللي أنا شقيت عني اللي أنا قدت حياتي ومردتش أتجوز عشان أربيك أنا مردتش أدخل راجل غريب البيت عشان أربيك أعتقد الست دي أكتر ست بتبقى مش عايزة حد يجي جنب ابنها هي عايزة يتجوز آه ويخلف آه ويعمل عيلة آه بس أنا رقم واحد أنا رقم واحد قبل امرتك وقبل عيالك وقبل كل شيء هل الانفصال وان الست بتربي لوحديها ده بيأثر عليها سلبي كده تحس ان هي ست صعبة النموذج ده موجود كتير حتى وهو عايش وعلى فكرة بقى الست دي حتى لو جوزها عايش هي الست اللي لما جوزها هيجي يتكلم مع أولادة لو سمحت تدخلش انت أنا هتدخل فتبقى شخصية قوية حتى لو جوزها موجود مش قوية هي عندها مشاكل تانية هي عندها ايه مشاكلها ما أنا عايزة عارف ايه هي المشاكل بالزبط المشاكل هي حب التملك دول بتوعي أتاتش بقى فيه تعلق تعلق وربطت نجاحها بان الولد نجاحه من نجاحي نجح أنا اللي نجحت على فكرة أولادنا مش بتوعنا قوعوا قوعوا من الخدعة دي اه انت قلت لي الكلام ده قبل كده وياريت نعيده تاني ان ولادنا مش ملكية خاصة على فكرة احنا لا نملك في ولادنا شيء قوعوا نضحك ونصدق الكتبة دي ان دول بتوعنا احنا لا نملك احنا جينا رسالة ليهم نساعدهم ان هما يبقوا أسواق نساعدهم يحققوا اللي عايزين نساعدهم يكونوا مرتاحين مع نفسهم ايه بس ازاي لا نملك شيء برضو يا أستاذ يعني ايه لا نملك شيء يعني انا اكبر واشقى وربي واعلم وفي العية بجري وفي السخونية بقعد وبسيب شغلي وباخد حاجات وقصات عشان العيال ودرس العيال عارفة بتفكريني بايه عارفة بتفكريني بايه انا بعد كده ملاقيش بنتي جنبي عارفة بتفكريني بايه عشان بنبذل مجهود في حتة معينة فبدون ما بنشعر بالله وعي كده حيث بتاعتنا ايه دي بتاعتي اه بتاعت لا فوق يعني اللي هو اصحى كده دي مش بتاعتنا لا نملك ابدا فيهم شيء وده انا دايما افكر نفسي بيه اقعد تفتكنا دول بتوعك انت نيتك ايه نيت ان انا سعدك نيت ان انا اقف جنبك لان انا كان دوري في يوم من الايام ان انا اخد قرار ان انا اتجوز وخلف طيب برضو احساس الرجالة برضو صعب يعني انت ما تبقى حمى ان شاء الله ولادك كده يجباروا وتجوزوا يعني انا لسه شايفة تطريح من النجم محمد حمائي اه محمد حمائي انا هكده اشفت بقى قالك انا بنتي مش هجوزها فانا استغربت قلت حمائي يعني فنان ومثقف بس احساس الابوة الابوة الدوز الجرعة عالية جدا يعني قالك انا اصعب من عادل امام في عريس من جهة امني ولما موت تبقى جوزوها انت ولما موتوا بجوزوها انت طب ده برضو احساس اهو راجل اهو زي الستات اللي تبقى مسكة في عيالك قداتش ده تعلق غير عادي يوصل لمرحلة مرضية ان انا انا كنترول وكلنا بنقع فيها يعني انا لما تقدملي عريس لبنتي اللي هو النهارة تتاخدها كده بعد العمر ده كله وبعد الشقة ده كله كده عادي دي حقيقة بتحصل بس ايه الفكرة دايما نفكر نفسنا ان دول مش بتعلم تعالي بس احكي لك على بنرجع للحتة بتاعت الحمى دي لان في نمازج اه معلش يلا قبل ما نروح بقى ايه للحمى الحلوة والحمى يعني الطيبة ايه برضو حلوة الحمى الطيبة وحتى لو شريرة ايه برضو ام فبردو ايه الحمى الطيبة والحمى الشريرة شوية انا دلوقتي دخل على جواز وعايز اعرف حماتي المستقبلية دي سوية ولا مش سوية ايه العلامات الراد فلاجز اللي انا شوفها كبنوتة كده وانا لسه مخطوبة من حماتي يعني يحيا فقات هيقول لنا تبس كده ايه الحاجات الصح ايه اعمل اختبارات ازاي واعرف حماتي دي هتبقى كويسة معايا بعد كده ولا اخدها من قصرة ولا فورجة بس خلينا بعد الفاصل يلا خليكم معايا على اساس الحمى لو كويسة بيكون البيت كويس بالاضافة ان الحمى مثلا هي اللي ربت بنتها لانا اتجوزتها فهي لو ربت بنتها كويس انا مش هحتاج لحماتي اصلا يعني الحمى في حموات بتبقى كويسة وفي حموات مش بترايش ربنا خالص المهم في كل دوت الواحد اللي رعى ربنا في كل حاجة زي ما هي عايزة تبقى ابنها مبسوطة او بنتها تبقى مبسوطة يبقى تتعامل مع الغير مش ان انا بقى عايزة بنتي مبسوطة وبتعامل مع امرات ابني وحشة او طبعا الام يعني بتحب تداري على ولادها مش عايزة ابنها يبقى مكشوف قدام الناس حتى مهما يكون يعني حالته متيسرة الام وام بتكون سناده وكويس عشان بيت منها وبنت بنتها الله يرحمها كانت امي التاني هي كانت ستي طيبة وكويسة كان بتحب ولدها جميل يعني بتدعم ولدها وبتساعدهم على الحياة اللي هم عايشين امي امراتي بمثابة ولدي وولدتي وهي المفروض تكون اكتر واحدة تخاف على جزء بنتها عشان كله ما يراجع لبنتها انا عندي اربع بنات متجاوزين فحمواتهم عملون زي بناتهم بالزبط الاربع والاربع احسن من با ما زعلهمش فيهم حتى لو ابنها زعلهم تقولوا هو برا وهي جو البنت لما تكونوا معها موصيها انها تخش بيتها وتعمروا هتعمروا موصيها انها تكره حمتها تكره حمتها وحماتها لو كانت ستة عقلة هتحتويها وهما اللي تلين هيحتويوا بعض الحمات ستة طيبة وكويسة بس هي يعني لو تتاخد زي الام لو المراتي الابنة هتعاملها زي امها اكيد هتبقى زي الفل مفروض الطبيعي انك بتتعامل معها ام ام بديلة لامك الحمات تبقى طبعا لمراتي ابنها امها زي والدتها بالزبط زي امها وهي كمان البنت لازم تعامل حمتها زي امها بالزبط تدعم الابن والاسرة حسب لو هو شايفة الانسان اللي واخد بنتها ده كويس وانبقى ما يبقاش مثلا اللي واخد بنتي سن مش كويس واقولها صبوري اكيد الحمات بتبقى سناد لابنها ومراته يعني هي بتبقى عمود البيت زي ما بيقول حماتي اذكرها بكل خير وكل حقا كويسة بيها ستة كأكل طيبة وكويسة جدا ممكنش فيها حاجة يعني كويسة صفت النية اه بالحسنة تاخدها كبنتها او تاخد الجزء بابنها كابنها دي المعاملة الحلو يعني تدخل مرات ابنها البيت اكناها بنتها لانها بنتها تخرج دي لها قعدة حماتي زي والدتي بالزبط وعمرة بس معنا حاجة تعبانة بخل مراتة روح تبات معها تخدمها ببقى حش بنتها عنها خالص نهائيا الحمات تتعامل تاخد البنت مرات ابنها زي بنتها من ساعة ما تدخل تعملها مع عملة كويسة وتخف عليها لكن هتقعد لها كده وتبقى غيرانة منها مش عارف عشان حاجات فاضية عشان مش عارف ايه هو ده اللي بيخرب البيوت المفروض هي الكدوة الكبيرة هي الحقيقة الكدوة الحسنة للصغيرين وتعاملهم كويس وتحس ان هي في يوم من الايام خدت واحد من امه وهي ابنها رح لها ابني انا رح لها دي بتبقى ايه زي سلف ودين حماتي انا من يوم ما اتجاوزت بنتها بأنكتب من 15 سنة تعتبر ام انا باعتبارها ام ليا زي ما بتعملي بنتك عاملها مرات ابنك لازم اعملها كويس وبحنية وزي بمعاملتي هي اتعملني كويس ولسه بنتكلم على الحمى وازاي وانا مخطوبة او دخلة خلاصة على ارتباط اعرف ازا كانت حماتي دي هتساعدني بعد كده وتبقى سند ليه ولا تطهقني وتكرهني في العيش؟ وفي الجوازة وابقى جبت عاي العيلين واخب بعضي وامش هنقول تبس تركزي معاها جدا ازاي اعرف ان حماتي ملاك مش قنبلة زرية تتكرهها الناس فيها جدا لا ليه خالص والله يعني نعرف من البداية طيب يا ياحي مش لازم نعرف من البداية طيب بس يا ست الكل اول حاجة كده خاتي ورا وقلم ورا وقلم يا ست الكل واكتبي ورا ياحي يا فؤاد رقم واحد طيب اول حاجة هو الابن اللي بتعامل معايا ده مهما كان علاقة بيه هل هو بنا ادم ساويه عنده شخصية ولا بتاع ماما يعني خدي بالك بس البداية في الطرف اللي بتعامل معاته للوقت هل هو شخص كده تيسنت شخص ليه قراره ليه شخصيته وبناخد وندي مع بعض ولا اسخد يبالك دي مهمة جدا الام المسيطرة وهي دي مهمة طبعا والبنات بقى ترد عليك انا جات لي مشاكل كتير على البرنامج تقول لك دلوقتي يا دكتور ياحي اعرف ازاي اذا كان هو بارب امه ولا ما عندوش شخصية لان هي شعراية ما بيني يقول لي امي كل حياتي احترمك وحطك على راسي ولا امي كل حياتي فانا مش موجود خالص حلو هقولك بقى حلو السؤال ده بارب امي فانا وامي انت ملكيش دعو ده انا بارب امي ميش حلو كده حلو لكن دور امي النهاردة مش هيأثر على علاقتي بيدي فرق كبير جدا بين ان امي متدخلة في حياتي وحتى مناخرها في حياتي وده ده مش بارب ما اولوش علاقة بالبر دي حاجة البر حاجة ان انا امي وحبيبتي وكل حاجة وروح قلبي وكل دي على جنب بس دي حياتي انا فانتي البر بتاعك حاجة وحب ليك حاجة وتدخلك في شؤون حياتي حاجة اعرف ازاي انا انتي كأنسة لو انتي النهاردة لقيت ادن الست دي ما هو فيه واحدة ست متطفلة متدخلة في كل حاجة هننكلم في السيء حل؟ متدخلة في كل حاجة بتحط مناخرها في كل حاجة دي خلي بالك منها لان انتي مش هتعرفي تنق الستاير بتاعتك صح وفيه جوازات بتبوز وهم خلاص بيفرشوا البيت بزبط لان الام متدخلة خدي بالك احنا مختلفين بمعنى ايه ان فيه حاجاتها تظهر في التعامل يعني تفاصيل الصغيرة اه ايه فواحد فواحد وفيه ست نور اكشن لحد ما تتجوز ويخش بيته ويخلف ويخلف دي الدماغ دي بقولكوا ايه انسوا بقى الواد اللي انتم مخلفينه ده ده بتاعي انا فتبتدي المشاكل من بعد اول عيل قد يبالك انا بتجيلي ايش مشاكل ايوه من الحالات كلها عندك اه بعد اول طفل سكتة خالص سايلنت هي عايزة الطفل ده ليه لان هو ايه تعبد في كل حاجة انا مش عايزك انت انا عايزة الولد فتبتدي تدخل لسه عندي كانت مشكلة ففي المدرسة ايوه ودلع ده ممكن كمان تحكم على الام اللا تردعي طبيعي ما تردعي الصناعي يا ست انت مالك افريدي هي عندها مشاكل فلا ازاي العيال بازت بسبب التدخل الحمى والحمة تقولي انا ما بعرفش ربي انا مش عارفة اتدخل بسبب حماية وحمتي طيب واحد متدخلة زيادة عن اللزوم زيادة عن اللزوم ما اطلبش منها رأيها وطول الوقت بتوجه وطول الوقت بتتدخل في كل حاجة يعني دي الاشارات الحامرة او الاشارة ان انت تلاقي حمايتك دي بتدخل في كل حاجة ما تطفلها اللي هي فجأة ممكن تلاقي بتتكلمها اخباركو ايه وانا بقالي فترة معرفش عنك حاجة وممكن يكون هي مش عايزة تقول لها تفاصيلهم لا هو شكله متضايق كده انتو زعلانين ولا ايه قوليلي بس تحكيلي وانا زب يعني البنت تحكي تقلي بالطرف اقولك على سر ايه سر اهم حاجة اعرفي علاقتها بحماية او حماكي عاملة ازاي دي مهمة جدا 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 والله بصراحة ياحي انا انا مش معك في الحتة دي بصراحة لان انا ممكن تبقى علاقتي بحماية او بحماية مش كويسة بس انا ام كويسة يعني مش عايزة المشاكل اللي انا شفتها في حياتي بنتي تعيشها في حياتها فممكن يكون علاقة بين حماية وحماية مش كويسة حلو جدا ولا هي يا ستات انت شايفة انت بتعامل الراجل ازاي هي دي البنت وهي بتتجاوز الام زي ما بتعامل جزها جزء كبير جدا هينطبع على الولد ده الولد اللي انت هتتجاوزي فتعامل الراجل في البيت عامل ازاي هل الراجل ليه كلمة هل الراجل ملوش كلمة التعامل مش المشاكل بيننا هي الستة دي بتعتبر الراجل عامل ازاي اه يعني ممكن دي مهمة ان انا شوف بيتعامل زي مع مامته وبابا اه يعني مامته بتعامل بابا ازاي برافو عليك دي مهمة جدا اه على فكرة ممكن يبقى فيه مشاكل اه بس انت تحترم انت لك المتاك اه رجعة ليها كبير يعني ايوه ليها كبير اعرف انت عايز توصل ليه برافو عليكي واللي ملوش كبير يشتري له كبير يشتري له كبير بالظبط جدا خدي بالك ليها كبير صدقيني اهم حاجة في الموضوع عشان بنعرف نلمة بعد كده ايوه ليها كبير اللي هو جزها اه بتعمله حساب بتعمله كلمة اتطمني ليه؟ مهما هيحصل فيه كبير هنرجع له تمام حلو كده؟ حلو كده؟ فيه واحدة ست ملهاش كبير اه مش هتعرف تحل طلبتي معها صح خلاص؟ مش هنعرف نحل ما هو الفكرة هنا فين؟ قبل ما تخش على بيت اعرف البيت ده ليه كبير في المشكلة ولا لا؟ لما يحصل خلاف بينك وبين مراتك وعلى فكرة مش بس البنت اللي يبقى ليها كبير كمان الراجل لازم يبقى ليه كبير طبعاً يعني انا بشوف جوازات بتبوز بسبب ان الراجل ده مش لايه حد كبير يكلمه برافو عليك مش حد يقوله عيب كده برافو عليك ما يصحش ازاي تعمل كده فيها ففعلاً بتحس ان انت مشلول برافو عليك ان انت مش هارف توصله حد كبير يا جماعة يكلم الراجل ليه حد انصحه اه هو مش قابل نصيحة حد بالزبط هو ملوش كبير بالزبط في حتة الكبير دي اللي احنا افتقدناها بالزبط ودي ولدت مشاكل كبيرة قوي قوي في حياتنا في ست حمى الجزء بيرجع لها قوقفي هنا متعمليش كده فدي ليها كبير تمام فانا ابقى متطمنة عارفة ان انا في ايد امينة تمام غير الست اللي ملهاش كبير ولقه ومحكمه رأيها وممكن تخرب بيوت طيب احنا نرجع تاني للراد فلاجز الخطوط الحمرة او العلامات الحمرة المسيطرة اللي ملهاش كبير المتطفلة المسيطرة ده الحمى احنا متكلم عن الحمى اللي ملهاش كبير يعني الست كده طايحة في الناس كلها ما حدش عارف يتكلم معايا اللي لسانها صليت اللي لسانها صليت ابعادي عنها يعني في ناس كده لسانهم صليت لا في حموات وهي لسه البنت بتبقى مخطوبة لابنها فتيجي بصيها تقول لها هو انت تخنتي ولا انا متهيقلي مليتي شوية فبعدني البنت يعني تتكذب تقول لها ايه لا دي الشخصية اللي بتنتقد ايه دي خدي بالك منها دي خطر جدا خطر اه ليه بقى لان هي طول الوقت الابن حتى مهما كان بيحبك هيسمع من امامك هي اللي ايه على فكرة مهملة في عيالها انا بتجيلي مشاكل البنت زي الفل اه والبيت كويس جدا اه الراجل بيسمع من امه على فكرة مراتك ما بتعملش كذا ومراتك ما بتعملش كذا اه سي بيهم يا ستي وحد اشتغب منك تقولي رأيك من المصايب الست اللي بتتدخل من غير ما تاخدي رأيها في ناس كذا يعني اللي هو ايه من غير ما تاخدي رأيها هي بتتدخل في كل حاجة اه وبعدين ممكن تتدخل حتى اللي هو تكلمت وليها اطبخي كذا لا هو بيحب كذا طب اعمليه بالطريقة بتاعتي يا ستي هي مش عايزة تطبخ كذا اه وبعدين برضو ساعات اللي تقولها ايه اه لون شعرك مش حلوك ما تغيريه اصطنى ابني طول عمر ومن هو صغير ولا هو في الجامعة بيحب البنات المشعراصفة ايه اللي انتي بتقوليه ده يا حاجة مالك يعني يا البنت تقلب شعراء احمر يا عش ده بيبقى عارف الكلام دايما الامهات اللي دايما بتتباها ان ابنها متعدد العلاقات دي برضو انا بحسها مستفزة جدا دي ده ده مشاكل اه برضو عندها مشاكل اللهم ربنا معاها دي هم معظموا انهم مشاكل لا ان انت ان انت تبقي فرحانة بابنك انه هو متعدد العلاقات او فرحانة ابنك بتاع بنات ده 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 يعني عيب برضو ها ده عيب عيب لان النهاردة احتراما للست اللي معاها واحتراما لكيان الست اللي معاها احترم عز خدي بالك النهاردة لو انت ما احترمتنيش دي دي مشكلة كبيرة جدا ان الحامة دي متحترمش الانسة اللي مع ابنها ايا كانت عاملة ازاي انا عايز اقولك يا يحيا ان جاتلي مشكلة اول يوم رمضان كان اول يوم رمضان ويعني مشاكل الناس كلها جاتلي اول يوم رمضان اه في اول يوم رمضان سبحان الله وستتي بعتتلي على البرنامج بجد قطعت قلبي اتطلقت في اول يوم رمضان بسبب حامتها ليه كانت اسمها بدون ذكر اسمها عشان خصوصية قرنت الصفرة في اول يوم رمضان راح اتمامته رمية كلمة كان هو متجوز قبليها يعني كان هو دي تاني جواز قرنت اه قرنت قالت اصلي الله يمسيكي بالخير يا فلانة كانت بتعمل معرفش ايه وبترس الصفرة ازاي بتقولي لقيت نفسي فجأة الطبق بيوع من ايدي وضغطي وطي وقلتول انت ازاي بتقولك اه انت امي وتقولي اللي هي تقوله وانت هتنكدي علينا قيتلي طلعني نكادية وكلمني بطريقة وحشة قدام كل الناس وخدت قرار واتطلقت قالتلي انا بقالي سنين مستحمليها والقرار خدته في اول يوم رمضان ففعلا كلمة كلمة خربت البيت طب انت ليه بتقرني بينها وبين حد تاني قلت سؤال مهم اوي خلينا نفرق بين بر الام والعلاقتي بامي وعلاقة امي بحياتي ايه يعني ملهاش علاقة ابدا بين ان انا بر امي واحترم امي وقدر امي وان امي تدخل في حياتي او ان امي اسمح لها تهين مراتي او اسمح لها تقذي نفسي ليه لان انا 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 صاحب المركب دي على عيني وعلى راسي ابوس رجليها وابوس جزمتها امي الوحدة لكن تدخلها في حياتي وتدخلها في بيتي ويتخرب بيتي وقصلا مش قصدي خد يبالك تسعين في المية كانش قصدي اه وممكن تعيط اه وبعد ما تشوف انهيار مثلا ابنها منهار ولا تعقد في حياته وهي تقولك طب عمله ايه ما انا ما كنت شقص بعد ما كنت طلقيته من مراته دي على فكرة يعني معظم العلاقات اللي بتبقى كده بتبقى الام المتحكمة اللي حس ان ده بتاعها لاخر يعني انت تجوزيه ويخلف وهو بتاعنا اه ده ملكي انا انا دفع تماما ما انتي قلت في الاول ايه انا شقيت وانا تعيبت وانت جايتك دي على الجاهز ايه وا جتا جايتك دي على الجاهز على فكرة مش هي هي مش كده وا انت كنت في مكانها في يوم الايام ام يعني هي الفكرة انها مش جايت اخدو حياتها دي سنة الحياة فلازم الام تعرف ودي الام الزكية الام السوية بص انا ساعات بحس ان الراجل برضو ليه عامل كبير قوي ان هو يبقى يفرق ما بين شخصيته مع امه وشخصيته مع مراته الراجل يعني حتي لا بص حتي اتخطت تحت الراجل دي اه الراجل لازم يبقى كده عنده شخصية ويحترم مراته ويقدرها ويحترم اي ست في حياته عموما يعني حتى لو خطبته مثلا خطبته مراته لكن بحس كده والله يا استاذ يحي يا الواحد مكسوري فيه يعني فيه نوع كده ناي مايع اللي هو ما تقول كلمة كده تتجبر بخاطر الست دي اللي هو لا امي ما قدرش اتكلم معاها معلش ويجي قدام الناس كلها تتهان ويجي هو في البيت في قوضة يقولها معلش طب ازاي يعني؟ من برضو الريد فلاكز اللي انتكلمت عنها الست المخطوبة اللي تسمح ان هي ممكن تتهان بسبب الام ارجوكي تكمليش العلاقة دي امشي ارجوكي اه يعني ده ما تكمليش العلاقة دي لان احنا على البر اه ولما نلاقي النهاردة ان انا ممكن اتغلت فيا او ممكن اتهان بسبب الست دي اللي جاي اسوأ اللي جاي انت مهما كنت حياتك ومهما كنت وضعك مش هيجي في وقت من الاوقات ان انت تحسي ان انت حد هينصرك انت دايما هيجي عليكي دايما البيت ده والعيلة دي هتيجي عليكي خلاص اه لما تعرف ان في راجل بيعرف يفصل امي حاجة ومراتي حاجة وبيتي حاجة وامي حاجة لان القصة دي حساسة اوي عشان بس ايه يعني امي واه امي شحفي ايه اه يعني خلاص وقعد جنب امك ايوه ما تبهدلش ولادي الناس بقى يا عم بجد والله ما تبهدلش ولادي الناس وقعد جنبها يعني مدام مش عارف كده بالضبط لكن ما تجيش ما تجيبش بنتي ناس تبهدلها عشان خاطر امك واحد اتصل بيا في الاذاعة وكان بيحكي لي مشكلته وانت عرفني برضو بحل المشاكل والله يا العزيم انا هقولك خلاصة المكالمة هو اتجوز تلات اربع مرات وفشل وبيتصل بيا بيقولي والله يا ايمان وحياتي ومش حياتي وليلي انا غلطا بصه هو بيديني المبرر وبيقنع نفسه بيه عشان انا اقوله انت عندك حق تشتغلي معايا انت تشتغلي معايا خلاص تشتغلي معايا خلاص خمس مرات قاللي مع كل واحدة بقولها امي رقم واحد تشيلي جزمتها على راسك والله قالها بنفس اللفظ قلتلو اه فهي بتعمل مشاكل مع امي وامي في الاخر تقولي لا مش نفع فمشيها قلتلو اربع مرات باربع جوازات باربع ستات ما لهالزم ان انت لازم تقولها قلتلو بقولك ايه يا فندم دون ذكر اسمه برد مراتك دي مش خدامة مراتك دي لها كرامتها زي مامتك لها كرامتها مش جاية تخدم مامتك انت تجيب لها حضرتك واحدة تساعدها في البيت لكن مراتك ملهاش علاقة بمامتك وطول ما انت بتقولها كده طول ما انت عمرك ما هتتجوز ولا واحدة ترضى على كرامتها انها كده تشيل ايه جزمت امي عارس ايه ايه الكلام ده يا استاذ يحي يعني ايه لسه في رجالة يقولوا كده يعني ايه ليه يعني والستة دي زم بقى ايه دخل البيت عشان تتهن ليه يعني؟ اما هو بصي الجزئية دي مهمة اوي لازم نفهمها وعلى فكرة او افاكر نفسه ان هو كده بر جدا بمامته ويقول لي ايه عشان هدخل الجنة ويقول له جنة ايه ما دي انت مسؤول منها الستة دي مش ولاية يعني مش كل راعي مسؤول عن رايته لا اما هو مش هخش مراته الجنة هخش بامه ليه بقى؟ رد علي عشان انت راجل معي اهو في الاستوديو ليه الراجل المصري متخيل انه هيدخل الجنة بامه بس يعني لو برب امه يدخل الجنة ولو هان مراته وجرحها ورماها ومصرفش عليها وعلى عيالها وموتها هو كده عادي هو راجل عارفة ليه؟ لان احنا بندى الستة يعني بندى حتة كده مهمة ان انت وحتى الكلمة دي بتتردد كتير انت قادر تتعود مراتك بما ان انها ممكن تتطلق اه لكن مش قادر تتعود امك ايوه هم بقى ماشيين بديل يقولك اصل الست ممكن نبدالها ايوه لكن الام ما بتتبدالش اه ايه القانون ده؟ هو ده اللواعي وهو ده التربية اللي احنا تربنا عليها بس ده مش دينا؟ ابدا يعني هي الفكرة احنا ايه زي يعني هنخش في حتة تانية زي اللي هو ايه بيتجاوز اربعة يقولك اديه محل طيب انت بتصلي؟ لا طيب انت بتعمل ما بينهم؟ طيب انت بتعمل اللي الرب اللي قالك عليه كله اه انت اطلا بتصلي يا زيزر هو خد الحتة اللي عايزها طيب الفكرة هنا فين؟ ان فيه رجالة اتربت بين ام دلعتها وهننتها وبقى بالنسباله هي اللي مدياني كل حاجة انا عايزها فلما بيجي يتجاوز بيقارن دايما طول الوقت بالام بمراته دايما فبيبقى عايز يعمل ايه؟ امي هي الامان مراتي مش فرق معي ده بين تربية الام بيرجع الام بيرجع للتربية اه الام الام اللي خليته دايما طول الوقت متعلق بيها اي حد داخل العيلة دي الام هي المسيطرة طيب الحياة دي عاملة ازاي؟ فيه على فكرة فيه امهات بتسيطر بس عقلة يعني اه شيك سيطرة كلاس ايوه بترجع تقوله ايه؟ ارجع لبيتك شوف مراتك اه خد رأيه بتوجه فيه ام عارفة الاصول طب تقول ايه بقى دكتور يحيا لكل الستات الحموات اللي بتتفرج علينا او للبنات او حتى الستات اللي لسه متجاوزين جداد يعني نهدي نهدي الامور عشان الدنيا كلها سخنانة كده البيوت كلها كده بتخبط فعايزين كده كلمتين بما يرضي الله كده للام اللي بتتفرج عليها وانا مبسوطة ان الامهات اكتر هي بتتفرج عليها يعني مش السن الصغية فالام اللي تتفرج عليها دلوقتي وبتصق في ايمان وفي ضيوف ايمان الكرام المتخصصين تقول ايه؟ قلها تعمل ايه عشان منهاش دعوة بحياة ابنها او بنتها طيب هو الفكرة هنا الزكاء ونجاحك ان ابنك يكون علاقته ببيته سوية ده نجاحك مش ان انت تماشي كلامك يعني النجاح ان انا شوف ابني سوي في بيته علاقته بمراته كويسة النجاح ان انت النهاردة تكوني بتتشالي فوق الراس من مرات ابنك مش من ابنك ليه؟ لان انت ابنك ده عشت معاه فترات طويلة فالنجاح والمكسب بتاعك ان انت يبقى علاقتك بالست دي كويسة وان انت كسبتي بنت تانية على ابنك لو عندك ابنك بس فانت النهاردة من الزكاء بتاعك ومن نجاحك زي ما نجحتي في تربية ابنك دورك النهاردة ان انت تنجحي في العلاقة بينك وبين مرات ابنك ليه؟ لان راحت ابنك من راحتك راحت مرات ابنك هتخلي ابنك مرتاحة هتخلي ابنك مبسوط انت كده بتقفلي الباكتج بتاعتك قفلي دورك النهاردة مش هبقى مبسوطة لو ابن تطلق ولا بنتي تطلقت مش هبقى مبسوطة بالتدخل يعني حاولي حضرتك ترجعي خطوة الورا حاولي حضرتك ما تدخليش في كل حاجة ما تدخليش في كل كبيرة وصغيرة من حقهم حقهم يختاروا حقهم يغلطوا حقهم يشوفوا حاجات ويحصل خلافات بينهم حقهم يحلوا حضرتك احنا ما بندومش لعيالنا طول الزمن وخليها نقول كلمة اخيرة وكلمتك دايما المشهور بيها عيالنا مش ملكية خاصة ما بنكتبهمش على الرخصة ولا بناخد بهم اي دين ملكية خاصة فيعني هما سعادتهم بص يا عمان من ضمن الحاجات المهمة قوي قوي صدقيني لما فعلا تعرفت ربي وتعرفت تكوني ليك بصمة في حياة ابنك وانت بعيدة مش وانت متدخلة في كل حاجة انا بفرح قوي لما بعد اتفرج على بناتي او ابني وهم بيعملوا حاجة وانا بره ايو لوحده لوحده شخصيته تبقى هو يغلط هو يحب هو يكره هو يسيب هو يرتبط ما حياته بالزبط هو هنا انت بتتطميني عليه خلاص يعني كنت دايما اخر حاجة عايزة اقولها مهمة قوي قوي في بنت كانت تعبانة قوي قوي ومنهارة ومنعيات من وفاة ابوها فيعني صعبت علي قوي فبابا بيت بقاله وقدي قايتلي بقاله سنة فقلت له لحد دلوقتي موجوع قايتلي اه قلت له طب تنصحيني ايه اعمله عشان بنتي لو موت بعد الشهر ما تبقاش علي كده اه قايتلي ما تعلقهمش بيك لا اله لله لا اله لله وكانت اكبر درس سلية من البنت دي قايتلي اوعى اتعلقهم بيك لان ابويا اتعلقت بيه في كل حاجة ومش قادرة مش قادرة ما بعرفش هلبس ولا اكل ولا اعمل اي حاجة الا بيه هو اختبار صعب بس محتاجين نعمله شكرا جدا استاذ يحيا فؤاد استشاري العلاقات الاسرية دايما بنستفيد منك بكلامك الحلو ودايما يحيا فؤاد مع البيت يعني ان احنا نبني ونبني ويبقى ولادنا سعدة وازاي يبقى ام كويسة وازاي يبقى اب كويس وانا عارفة ان انت اب مثالي لولادك ربنا يخليهم لك يا رب وزوجتك الجميلة اللي دايما بفرح بيكو انتو الاتنين لما بشوفكو كده وبتتعاملوا زي مع الولاد فكل سنة وانت طيب ولادنا في السن الصعب انا عارفة ان دي حلقة الناس كتير قوي طلبها ان شاء الله حلقة جاء ان شاء الله شكرا لك يا دكتور شكرا لديك ومشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة وان شاء الله كل حلقة بنقش فيها مشكلة انتو بتبعتوهن ودايما ببوسوطة جدا بمشاركاتكم معنا وصفحتنا على الفيسبوك برنامج يحكى انه على شاشة القناة الاولى دايما بكون معاكم امام مختار كل يوم اثنين ساعة سبعة شوفكم الحلقة الجاء ان شاء الله